بداية كيف تقيم من زاويتك مشاريع إعادة الأعمار في الموصل؟ ماذا حققت وأين تلكت؟ أولا فيما يتعلق بعمليات إعادة التعافي والإعمار التي جرت في مدينة الموصل من عام 2017 حتى عام 2020 كانت متعثرة بشكل كبير جدا خاصة بالقطاعات الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية كالخدمات البلدية وخدمات الماء والكهرباء ودونها من الخدمات الأخرى من عام 2020 حتى عام 2023 تحسنت هذه الخدمات لكن بقيت عثرات كبيرة في ملفات أخرى كالملف التربوي والملف الصحي الأكثر تعثرا في عملية إعادة الإعمار ملف الجسور شبه انتهى يعني الآن بالأطوار النهائية بملف إعادة الجسور التي تربط أجزاء مدينة الموصل لكن بقي القطاع الصحي هو القطاع المتعثر بعد مرور حوالي ألفين يوم من تحرير مدينة الموصل لم يعاد بناء أي مستشفى من المستشفيات الأساسية الآن في النية إعادة بناء مستشفى بسعة 600 سرير وأيضا مستشفى آخر بسعة 450 سرير كان أيضا في طور البناء وتم هدمه من قبل تنظيم داعش الأرحابي بقية القطاع المستشفيات يعاني من تعثر كبير جدا الحاجة الأساسية لمدينة الموصل تصل إلى حوالي خمسة آلاف سرير الحاجة الآن الموجودة الموجودة الفعلي الآن لا يتعدل ألف ومائتين إلى ألف وخمسمائة سرير بالتالي هناك نسبة عجز كبيرة جدا في تقنيم الخدمات الصحية أيضا هناك حاجة لإعادة فتح ملف الحوار المجتمعي فيما يتعلق بموضوع إعادة الدمج التعويضات غيرها من الملفات التي تحتاجها مدينة الموصل أيضا العلاقة بين مركز مدينة الموصل وأطرافها هذه خاصة في عدد من المناطق سنجار سهل نينوى غيرها من المناطق التي تخطع لإدارتين إدارة تابعة للحكومة الاتحادية وإدارة تابعة لأقليم كونتسان هذه الملفات بقيت معلقة حتى اليوم بعد مرور ستة سنوات لذلك تبقى هذه الملفات وكأنها مغطات لكنها تغلي من تحت لذلك الحاجة بالدرجة الأساسية لإعادة فتح هذه الملفات من أجل الانطلاق نحو المستقبل موضوع آخر يتعلق بموضوع إعادة الإدماج بالنسبة للعوائل المرتبطة ذويها بداعش الإرهابي خاصة في مناطق جنوب الموصل أو غيرها من المناطق يعني يعاني من تعثر كبير أيضا هذا الملف بشكل آخر بالإضافة إلى وجود عوائل من محافظات أخرى تم فتح مركز تأهيل مجتمعي لهم في محافظة نينوى وبالتالي محافظة نينوى مضطرة لاستقبالهم اضطرارا كذلك وجود مخيمات تابعة لحزب العمال الكردستاني في مخمور وأيضا بعض المناطق في سنجار هذه أيضا تحديات خطيرة تعاني منها محافظة نينوى على المستوى القريب أو حتى على المستوى البعيد لذلك إعادة فتح هذه الملفات أصبحت ضرورية جدا في ظل حيوية وموجودة بالمجتمع ومناعة ذاتية تجاه محاربة التطرف نعم دكتور محمود يعني رئيس مجلس النواب شدد على نقطة أنت مريت عليها قبل قليل وهي قضية يعني تعويضات المتضررين لماذا يتعثر هذا الملف يعني ما هي الأسباب هل هي بغداد هل هي الموازنة هل هي بيروقراطية أولا ما أنجز بهذا الملف أنجز على المستوى القانوني يزيد عن 90 ألف معاملة وهذا العدد كبير والآن المعاملات في طور الإنجاز أيضا تصل إلى حوالي 15 إلى 20 ألف تقديرات الأولية تشير إلى ذلك لكن تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة ما تم رصد من مبالغ مالية هي المبالغ المالية الخاصة بالمبالغ دون 30 مليون ما يزيد عن 30 مليون بحاجة إلى مصادقة اللجنة المركزية التابعة للأمان العامة لمجلس الوزراء وهذه تحتاج إلى مبالغ كبيرة التقديرات الأولية تشير إلى الحاجة إلى حوالي مليار دولار ما تم إرساله حتى اليوم هو يصل إلى حوالي 400 مليون دولار ما يعادل 600 مليار دينار عراقي وهذه تم تغطيتها على ثلاث سنوات الحاجة في المراحل القادمة في السنوات القادمة التي رصد مبلغ أكبر سواء مبالغ الموازنة الطارئة أو مبالغ الخاصة بالتعويضات لذلك تعويضات الخاصة بالمشآت الصناعية والمشآت الزراعية هذه حتى اليوم لم يتلقى أصحابها أي تعويض بالتالي يحتاجون إلى مبالغ كبيرة لتعويضهم قد يكون واحد من التحديات أمام ملف التعويضات هو المبالغ المالية المسألة الثانية هي التعثرات القانونية المسألة الثالثة متعلقة بوجود لجنة مركزية في الأمان العامة من الجنسة الوزراء هي مسؤولة عن كل الملفات التعويض الخاصة بالعراق وهذه تؤخر إنجاز ملفات التعويض بشكل كبير جدا وهذا واضح بأن اللجنة لم ترسل حتى اليوم إلا عدد قليل من الملفات مقارنة بالعدد الكلي الذي أنجزته اللجان المحلية سواء في الموصل في تلعفر في سنجار لجنة سنجار وحدها أنجزت أكثر من عشرة آلاف معاملة لجنة التعويض في محافظة نينوى أنجزت أكثر من 58 ألف ملف تعويض للعقار وما يزيد عن 20 ألف ملف تعويض بالنسبة للشهداء المصابين المفقودين حوالي أكثر من 1300 إلى 1400 ملف مفقود أنجزت حتى اليوم وكذلك هناك حوالي ما يزيد عن 10 ألف إلى 15 ألف بالنسبة للشهداء والمصابين والمفقودين الآن في طور الإنجاز